المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج مبارح فاق كل التوقعات من الساعات الأولى في كتير من البلدان اصطف التوابير قدام السفرات والقنصليات حتى في الدول الغربية اللي مكانش فيها أجازة المشهد فعلا شفناه كان متميز وفري على أمل كمان النهاردة المشهد مكمل معانا لليوم التاني لتصويت المصريين بالخارج الانتخابات تستمر بالنسبة للمصريين بالخارج على ثلاثة أيام مبارح والنهاردة وبكرة حوالي زي ما اتكلمنا 14 مليون ناخب داخل الأراضي المختلفة خارج مصر مدعون للإدلاء بصوتهم في الفقرة دي هنتكلم عن المشهد مبارح أهم الملامح أهم التفاصيل سلوك التصويت الخاص بالمصريين بالخارج نشوف كده حصاد اليوم الأول مع ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط اللي منورنا ومشرفنا صباح الخير على حضر صباح الخير فأنت صباح الخير يعني بداية أبرز المشاهدات لليوم الأول شفتوا إزاي بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج طبعا مبارح كان يوم بالنسبة لنا كان يوم مفاجأة لأنه قبال المصريين بهذه الحشود على السفارات والكنصليات 137 سفارة وكنصليات منتشرين في 121 دولة المصريين اللي كانوا متواجدين زي ما حضرتكم تفضلتم 14 مليون 14 متميز في المواقف الوطنية أعتقد أنبارح المصريين أقبالهم على اللجان الاقتراع اللي منتشر فيه سفاراتنا وكنصلياتنا في الخارج كان يعني مبعثه أنه هناك يعني أولا فيه شعور بالواجب الوطني شعور بأنه عليه مسئولية في هذه اللحظات التاريخية الدقيقة اللي بتمر بها المنطقة فأعتقد أنه الإقبال كان فيه جزء منه أنه إحساس بالمسئولية نمرة اثنين إحساس بأنه أنا عليها دور لازم أقديه ناحية بلدي فإنبارح كمان حتى الدول العربية كان الإقبال حد سؤال حرج يعني مثلا فيه سفارة مصر في الكويت أقامت في منطقة المعارض بمشرف مثلا المقر الانتخابي لأنه العداد كانت كبيرة والتوقعات كانت كبيرة جدا في جدة في الرياض المسألة في الدول العربية حوالي 7 مليون منتشرين في الدول العربية طبعا الإقبال كان كثيف خصوصا أنه اليوم الأول ولسه فيه فرصة يومين ومع ذلك كان الإقبال يعني إحنا متوقعين أن النهاردة الإقبال وبقرة هيفوق كمان اليوم الأول لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين أوروبا وأمريكا فيها أجازات النهاردة وبقرة أمبارح على الرغم من أنه كان يوم عمل عادي لكن ده ما منعش المصريين أن هم يتوجهوا في ماليزيا كانت فيه مواكب السيارات في نيوزيلاندا أول دولة فتحت أبوابها عشان اختلاف التوقيت كانت المسألة يعني فيها نوع من الإقبال اللي المصريين فعلا زي ما بيقولوا منتظرين اليوم ده أكيد حرك شايفين عكاس اللي احنا شفناه مبارح واللي شايفينه النهاردة في بعض الدول حيبقى زي على الانتخابات في الداخل هو طبعا اللي احنا شفناه مبارح دي مظاهرة حب أعتقد أنه احنا هنا المصريين اللي موجودين في بلدهم لن يقل الشعور الوطني لأنه احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا من ناحية نمرة اتنين احنا المرحلة اللي جاية محتاجة نوع من تأكيد ولاءنا للوطن تأكيد انتماءنا للوطن تأكيد أن احنا في هذه الظروف التاريخية على قلب رجل واحد التحديات الكبيرة اللي احنا شايفينها حوالينا سواء في غزة أو في ليبيا أو في السودان أو في الدول اللي حوالينا في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كلها فاعتقد أنه الاستقرار اللي احنا شايفينه في مصر والعالم كله شايفه تأثير مصر على مجريات الأحوال ومجريات الأمور في المنطقة ده بيستدعي مننا جميعا أن احنا أيام الانتخابات طبعا في الداخل يوم 10 و11 و12 كلنا نطلع في اليوم ده نعبر عن حبنا وولاءنا وانتماءنا لبلدنا أعتقد أنه المصريين مش محتاجين أنه حد يقول لهم روح لأ في الأزمات المصري بيكون حكسر حرصا على بلده فاحنا النهاردة بعد اللي احنا شايفينه والمحاولات اللي بتستهدف مصر في المقام الأول هي مصر المستهدف يعني احنا النهاردة مطالبين أن احنا نعبر عن ده فطنا المفروض أنه كلنا يعني يعني كل المئة مليون اللي لهم حق الاقتراح حاجة وستين مليون أعتقد أنه هم مطالبين أنه هم يتوجهوا إلى صندوق الاقتراع ويعبروا عن إرادتهم بأنفسهم فأنا متوقع أن الإكبال إن شاء الله هيكون كسيف يعني وكمان النقطة راح راح أشرت إليها استشعار الخطر ده بيدفع المصري أنه هو يمارس حقه الدستوري وينتخب ويصوت في العملية الانتخابية مشهد مهم جدا مبارح وإحنا من خلال طبعا التغطية المتواصلة طوال اليوم من الساعة الساعة صباحا وتواصلنا مع أبناء الجاليات المصرية فكرة التيسيرات اللي بتقدمها السفرات والقنصليات المصرية أكتر من حد بيأكد على هذه الفكرة أنه لا هذه المرة في تيسيرات كبيرة جدا بتقدم تسهيلات فيما يتعلق بإجراءات التصويت أو العملية الخاصة من ساعة دخول المقر الانتخابي حتى الإدلاء بالصوت في صندوق الاختراع أهمية هذا الجانب في العملية الانتخابية من قبل وزارة الخارجية طبعا المشرفة على بتعاون ملهاء الوطنية للانتخابات على تسهيل وتسير عملية الانتخابية هو زي ما حضرتك أشارت العملية الانتخابية اللي بدأت مبارح كان فيه ملاحظ أنه كان فيه جهد غير عادي بوزل لتيسير العملية الانتخابية لأنه طبعا الحدث غير عادي والتصويت طبعا تم خلاله يعني الهيئة الوطنية للانتخابات عملت غرفة عمليات مبارح كانت متواصلة مع صفرات في الخارج وزارة الخارجية بذلت جهد يعني ملموس وزارة الهجرة كمان وزيرة الهجرة توجهت فيه قبل الانتخابات وبذلت جهد في أنه يعني برضو يكون فيه توعية للمصريين اللي الاستحقاق الانتخابي برضو كان يعني ممكن يكون هو مش مدرك لأهمية الاستحقاق لا عرف أنه لا الموضوع مهم وأنه لازم يكون فيه له دور السفرات كمان والكنسليات في الخارج بذلوا مجهود غير عادي واللافت في الموضوع ده أنه يعني مثلا السفرات اللي هم عارفين أنه أعداد المصريين موجودين طبعا فيه تسجيل أعداد المصريين في كل السفارة لموجودين في أي بلد أعتقد أنه كل بلد كيف أموره يعني حسب رؤيته لأعداد الهيئة ويقبلوا على صندوق الابتراع سواء حتى من المقيمين أو الزائرين يعني حتى لو كنت في زيارة البلد ما من حقك أنك تنتخب لو أنت تواجدت في هذه الأيام فالملاحظ أنه كان فيه فعلا زي ما حضرتك تفضلت تسيرات كان فيه الدخول حتى كان منظم كان فيه حتى تنظيم ذاتي من الناس اللي توجهوا إلى صندوق الابتراع المشهد يعني فعلا كان معبر الأعلام المصرية كان كل واحد رايح وحريص على أنه ياخد عالم بلده معاه دي برضو مظاهرة حب أعتقد أنه كمان المصريين اللي موجودين هم جمعوا بعضهم في مجموعات يعني مجموعة أصدقاء يلا هنروح النهاردة الساعة كذا أنا ليه أصدقاء مثلا في الكويت وفي السعودية وفي الإمارات كانوا حريصين على أنه هم يجمعوا بعض وهنروح يعني المشهد يعني بجد كان زي ما بيقولوا احتفاليا مبارح كان فيه أيام يعني مثلا زي اليوم الإقبال مبارح هو في بعض الدول كان يوم عمل عادي ومع ذلك كان الحرص من الشباب أكتر من كبار السن كبار السن كمان على الرغم من بعضهم ظروفه الصحية كانت يعني برضو صعبة شوية لكن كان حرصه أنه يتوجه وأنه يقدي دوره ويقدي واجبه فالمسألة مبارح كان فيه بالفعل مشاهد مشاهد معبرة يعني زي ما حضرتك قلت التنظيم كان على أهل مستوياته نأمل أنه يستمر النهاردة وبكرة لأنه النهاردة أنا متوقع أن الأقبال هيكون أكتر بكرة كمان هيكون أكتر لأنه يوم أجازة يوم عطلة رسمية في معظم دول العالم فإن شاء الله تستمر هذه المسيرة وأنه الاستفارات كمان كان فيه أولا تواصل مع غرفة العمليات هنا كان فيه حتى يعني المستشار أحمد البنداري رئيس غرفة التصويت في الخارج كان حريص على أنه مجموعة المستشارين اللي موجودين في غرفة العمليات يشوفوا إيه المشاكل وإيه العقبات ويحلوها على الفور فما كانش فيه هناك أي يعني أي مجال أنه الموضوع ما يتحلش في وقته يعني إحنا بنحيي طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات لأنه التنظيم كان على مستوى وزارة الخارجية طبعا بذلت جهد سفاراتنا وكنسلاتنا في الخارج كانوا على مستوى الحدث وأعتقد أنه مبارح كانت صورة رائعة بكل المقاييس طيب إنعكاسل برضو المنظر اللي شفناه قدام اللجان والحاجة المحترمة جدا الاصطفاف والترتيب اللي موجود قدام اللجان على المشهد العالمي بقى يعني خارجيا لما الخارج يشوفنا ويشوف حرس المصريين على الإدلاء بقى صوتهم وهم مش موجودين في مصر وده ينعكس علينا طبعا لأنه ده مهم جدا يعني إظهار المظهر الحضاري لصورة المصر بره وصورة المصر داخل بلده وإن إحنا في الظروف دي كلنا متكتلين حوالين قضية وطنية وطبعا الانتخابات أهم استحقاق موجود ودي أهم قضية وطنية موجودة دلوقتي كلنا يعني لازم نتوجه لأنه العالم كله شايفنا دلوقتي فالعالم كله بالرغم من يعني التحديات اللي إحنا شايفينها وعدم الاستقرار في المنطقة كلها والعالم كله يشوف أنه المصريين لا ومع ذلك توجهوا لصفراتهم وكنصلياتهم في الخارج بهذا الحجم وهذا العدد وأنهم حرصين أنهم يقوموا بدورهم الوطني على أكمل وجه طبعا نظرة العالم كله هتروح للمشهد ده النهاردة لما ييجي يكون فيه هذا الكم من الإقبال والشباب وكبر السن والتنظيم الرائع والتنظيم يعني حتى السفراء والقناصل وعضاء البعثات الدبلوماسية اللي موجودين كانوا حرصين أنهم يستقبلوا الناس بنفسهم ويسهلوا لهم الدخول والتصريب يعني أكتر من سفير وأكتر من كونسول كانوا موجودين على أبواب لجن الاقتراع وكان عندهم يعني كانت معزوفة بكل المقييس كانت المسألة فيها نوع من الانسجام وكانت يوم حلو يعني كان يوم رائع للأمانة معقد من كلام حضرتك فعلا يعني هو كان يوم حلو أو يوم فيه تظاهرة في حب مصر لأنه بالمشاهد الجميلة جدا حتى وحنا منتابع طوابير الموجودة أمام السفرات منشوف الأب مصطحب زوجته وأولاده والبطل في المشهد العالم يعني هي فكرة أكتر من مجرد عملية تصويت أو إدلاء بحق دستوري في منصب طبعا المنصب هو الأهم والأرفع لكن هي فكرة أنه لا أنا أجدد مرة أخرى إحساسي بوطني وإحساس أسرتي وأولادي ده بعد مهم جدا كمان في المشهد طبعا هو يعني حرص الأب على أنه ياخد ولاده معاه في التصويت وأنه هو يحسسهم أنه في ترابط بينهم وبين بلدهم اليوم أولا هو رايح السفارة أو رايح القنصلية ده في حد ذاته إحنا يعني اللي بيكون موجود برا وأنا عيشت برا فترات من عمري المسألة بتكون مختلفة خصوصا لما تكون صغير السن يعني دي ما بتتنسيش يعني لما كان والد الله رحمه بياخدني معاه السفارة وهو رايح يعمل ورقة أو يعمل إجراء أو كلام ده دي بالنسبة لي لسه لم تمحى من ذاكرتي حتى الآن المسألة بالنسبة لنا آه طبعا أنا فاكرها كأنه المشهد أنت رايح مكانك بيتك فالسفارة دي بالنسبة للمصريين بيتهم فلما الأب أو الأم بتحرص على أن هي تاخد ابنها أو بنتها معاها هي نوع من التواصل وهي بتحسسه أنه إحنا راحين بيتنا راحين بلدنا فالإحساس ده كمان لما بيتعمق في داخل الطفل أو داخل الولد الصغير أو البنت الصغيرة ده بيعيش معاه يعني خصوصا مع المغتربين أو المهاجرين لفترة أطوأ يعني دي بيكون وقعها وأثارها النفسي على الطفل إن ده في نوع من الانتماء ونوع من يعني التعميق الوطنية في نفسه أعتقد أنه المشهد أنه أب وأم بيستحبوا أولادهم أو ست جاي على كرسي وهي رغم ظروفها الصحية فالمسألة فعلا فيها نوع من الحميمية للوطن وحب الوطن ومظاهرة فعلا زي ما حضرتك قلت في حب بلدنا أكيد احنا يعني إن شاء الله حنكون مع بعض وحنستكمل فقرتنا لكن احنا خلاص المجز فاضل ويمكن دقيقة واحدة فناخد الإجابة في عجالة حررتك شايف إزاي الأحزاب والمؤسسات اللي موجودة على الأرض ممكن تدعم سير العملية الانتخابية زي ما احنا شايف لا هو طبعا الأحزاب الفترة اللي فاتت عملوا مؤتمرات شعبية ومؤتمرات جماهرية كان فيه نوع من التنسيق بينهم لحجد المواطنين لإدلاء بأصواتهم في لجن الاقتراع أعتقد أنه منظمات المجتمع المدني كمان الفترة اللي فاتت كان فيه مؤتمرات انتخابية كان فيه نوع من الترويج للعملية الانتخابية لا كان فيه جهد المرحلة اللي فاتت أعتقد أنه هذا الجهد أو مبعثه أنه أنت النهاردة بتحسس المواطن أنه عليه واجب وطني حتى اللي مثلا مش ملم بتفاصيل العملية الانتخابية أصبح لأن ملم بتفاصيل خصوصا أنه الفترة اللي فاتت بالفعل كان فيه تحديات كبيرة جدا وفيه ما زالت التحديات مستمرة والمخاطر مستمرة فأعتقد أنه ده دور الأحزاب ودور منظمات المجتمع المدني أنه توعي الجماهير أنه النهاردة فيه مخاطر واحد اثنين ثلاثة بتهدد استقرار المنطقة إحنا معرضين لمخاطر إحنا ما زالت التحديات بتواجهنا فده دور مهم جدا وأعتقد أنه المرحلة اللي جاية بتستدعي مننا كلنا تضافر جهدنا حد يعني علشان نلتف حوالين بلدنا فأعتقد أنه كلنا في الظروف اللي بتمر بها المنطقة يعني مستعدين نضحي بكل غالي ونفيس من أجل بلدنا أكيد الكاتب الصحفي الأستاذ مغوري نائب رئيس صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مستمر معنا بعد مجز لأهم الأنباء نعود مرة أخرى نستكمل حوارنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط بتصبح لحضرتك مرة تانية ولسه كلامنا مستمر عن المشاهدات لليوم الأول لتصويت المصرين بالخارج من المشاهدات اللي تابعناها مبارح أنه في بعض العواصم الأوروبية مثلا مبارح كان المفروض يوم عمل كان فيه نزولة مشاركة وكمان كانت طقس سيء جدا في لندن مثلا العاصمة البريطانية أو باريس كانت درجة حرارة منخفضة جدا برغم من ده شفنا إقبال على السفارة المصرية في لندن في بعض الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية زي السعودية يعني مترمية الأطراف مساحات كبيرة وبيوجد فقط مقرين انتخابين المصري أو المصريين بيجمعوا نفسهم وبينتقلوا من نقطة إلى نقطة بيقطعوا مسافات طويلة شاف المشاهدين دول الزافر طبعا ده زي ما قلنا أن ده دليل على الانتماء الوطني وأنه يعني في مثل هذه المناسبات في الظروف اللي احنا شايفينها بالرغم من يعني الأحوال الجوية اللي زي محرتك أشارك في اليابان كان نفس الموقف في كندا نفس الموضوع في لندن في بروكسيل نفس الموضوع المسألة كان فيها نوع من الوطنية العالية يعني أو الإحساس الوطني العالي دي مسؤولية وطنية في المقام الأول إلى جانب أنه المصريين في اليوم ده كانوا يعني المشاهدات اللي أنا شفتها أو المشاهدات الأولية اللي لفتت نظري أنه أولا الحرص على أنه يروح يعني كأنه النهاردة أنا بجمع صحبي أو بجمع زميلي في العمل وبنتفق على معاد أنا همر عليكم ونروح سوا فالمسألة كان فيها ظواهر وكله يعني برضو حريص على أنه يجيب أعلام ويوزحها على صحاب فالمسألة كان فيها بالفعل عرص ديمقراطي وكان فيها مشاهد رائعة يعني فالمسألة بارح ما كانش مفاجئ خلينا ناخد تطبيق عملي للكلام اللي حضرتك بتقوله وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة أن مشاهد اصطفاف المواطنين قدام اللي جان الانتخابية في الخارج بيعكس حالة الوعي والانتماء لوطنهم وبيأكد كمان أن المصريين مش في معزل عن اللي بيحصل في وطنهم خلينا نرجع تاني نستكمل كلامنا مع الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ صلاح حضرتك شايف الإقبال الجماهيري اللي موجود في مختلف البلدان اللي استعرضناها مع بعض إنعكاس ده على القوة المصرية الخارجية وقد إيه ده بيبين توازن القوة في المنطقة شكله إزاي شوف حضرتك إحنا بيميزنا كمصريين انتماءنا لبلدنا حتى في حالة الهجرة المصري دايما مرتبط ببلده طبعا ضيوف حضرتك العبروا عن ده بشكل صريح يعني الأستاذ إسلام من النمسا قالك إحنا حرصين على أن نزور بلدنا مرة كل سنة طبعا ده جزء من التقص المصري أو العقيدة المصرية إحنا مرتبطين ومتجزلين مع بلدنا أينما حلينا يعني مهما كان المصري سافر أو راح أو جه فهو بلده هو رقم واحد بالنسبة له فالمسألة أو العقيدة المصرية هي ارتباطنا بالبلد وهذا الارتباط يمتد إلى كل المصريين ملاحظة تانية أنه دور المهم اللي قام وبيقوم بيه رجال الدين وسواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي في كل البلاد اللي بيتواجدوا فيه الكنيسة لها دور مهم في توعية المترددين عليها أو المراكز الإسلامية اللي موجودة أو بعسات الأزهر أو الأوقاف اللي موجودين في الدول الأوروبية أو الأجنبية لهم دور مهم في أنه بالفعل بيكون لهم في مثل هذه الواجبات الوطنية دور مهم إلى جانب أنه الجاليات المصرية برضو عليها دور مهم جداً جداً لأنه الجاليات المصرية هي المتربطة مع المصريين الموجودين السفارة ككيان رسمي مهم طبعاً لكن الجالية هي المحور أو اللي بتربط المصريين بالسفارة يعني فالمسألة هنا في لها كذا بوعد يعني وطني بينطلق من أنه المواطن مرتبط ببلده رقم واحد إلى جانب أنه حتى الشعور الوطني في الظروف دي بيكون جارف جداً يعني بيكون المصري اللي موجود بره غير اللي موجود جوه يعني إحنا موجودين في بلدنا قريد اللي بره متعطش أنه يجي بلده أو يرجع بلده فإحساسه بيكون إحساس يعني مش هقول أعلى لكن هو بيكون يعني في المناسبات دي هو عايز يعبر عن حب البلد وبنشوف المشاهد اللي احنا شفناها والأعلام والأولاد وبيجمعوا بعض وإنه يلا هنروح النهاردة للسفارة فده بيكون عرص بالفعل ويوم وطني جميل يعني ومبارح كان يوم وطني بكل المعاني يوم جميل جداً فأعتقد أنه النهاردة الإقبال هيستمر وبكرة الإقبال كمان هيستمر والنهاردة وبكرة أعتقد أنه تعبيرنا أو تعبير المصريين هيتبالور جاي مبارح بالظهر سيد صلاح المتأمن في مشاهد المبارح يعني الطوابير والاستفاف أمام السفارات والقنصليات المصرية يعني حتروح دايماً على المرأة كبطل رئيسي في المشهد وهي بطل رئيسي في كافة الاستحقاقات الانتخابية والسياسية على مدر عشر سنوات المرأة كانت موجودة بقوة الشباب كمان ذوي الهمم شفنا بعض الصور من ذوي الهمم مصممين على المشاركة هذا التنوع في الشرائح اللي بتدلي بصوتها شايفوا إزاي؟ هو طبعاً شوف يعني المرأة المصرية مش محتاجة شهادتي أو شهادت غير يعني احنا المرأة المصرية أو السيدة المصرية أثبتت على مدار الآلاف السنين أن هي جزء أصيل من هذا الوطن وهي اللي بالفعل سهمت سواء في الأزمات هي اللي كانت بتوقف في الأوقات العصيبة كانت بتكون لها دور مهم المرأة المصرية مختلفة تماماً عن كل السيدات ما احترامنا لكل سيدات العالم لكن المرأة المصرية أولاً حمولة جداً في ساعة الأزمات بتكون لها وقفة صلبة جداً يعني هي في بعض الظروف هي اللي بتربي أولادها وهي اللي بتكون حريصة على أنه هما يطلعوا عناصر مفيدة في المجتمع دورها مبارح يعني ده مش غريب علينا والشباب المصري النهاردة وارتباطوا أنه دلوقتي بقت السوشيال ميديا بدأ يكون يعني أولاً فيه نوع من التفاعل زي ما حضرتك أشرت في السؤال لو حد بيحبطك أو حد هيقولك حاجة لا هو اللي بيرد عليه فالمسألة هنا أصبح يعني النهاردة الشباب غير يعني إحنا مثلاً جلدة في سنهم مكانش هذا الوعي موجود لأنه النهاردة الحروب بقت بتستهدف هذه الفئة السنية أنه الفئة فعلاً أنا ما فيش خوف على الشباب المصري بالفعل هم عندهم وعي غير عادي عندهم دلوقتي قناعة وعندهم يقين أنه ده بيستهدف حاجة معينة هو اللي بيرد عليه فأنا من متابعاتي للسوشيال ميديا واللي بتكتب عليها وردود الشباب نفسهم لا الشباب المصري يفرح يفرح بجد فأعتقد أنه المشاهد اللي احنا شفناها مبارح وإقبال الشباب وإقبال السيدات وإقبال حتى الست اللي جاي على كل سي متحرك يعني هي حريصة على أن هي أولاً جاية تأدي دور وهي يعني انتماءها البلد هو اللي بيتفعل ده كبار السن اللي احنا شفناها موقفين في طوابير ومنتظرين بدون أي تململ وبدون أي ما يكون عنده نوع من هو جاي لكده هو جاي أو عنده استعداد أنه ينتظر في الطبور فمع ذلك أنه لقى أن العملية منظمة والعملية ميسرة لكن هو جاي مستعد أنه هو يعني هيواجه ده فالدور اللي المفروض النهاردة الشعب المصري النهاردة بعد المشاهد اللي احنا شفناها أعتقد أنه يعني الصورة هنا هتكون يعني هتفح أكيد صورة محفزة لنا إن شاء الله للذهاب والتصويت في الانتخابات بالداخل يوم 10-11-12 إن شاء الله شكرا جزيلا لكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغوري نائب رئيس تحرير وكالات أنباء الشرق الأوسط صباح الخير على الحال كل شكرا لحضرتك